سلام عليكم حباب قلب سامة سلام من السعودية المصير رب تكونوا بخير وبحث حانات يا جماعة فيديو جديد وفيديو حلو جدا وفيديو هيعجبكم اوي اوي الناس بقى اللي بتحب الحمام والمحش والبتنجان اللي بتدأ والطماطم الحاجات الحلوة دي تتفرج على الفيديو للاخر وتنسيش اللايك وتنسيش الاشتراك وتنسيش المتابعات وعزاك وبشكر كل الناس اللي بدقلا في قناتي جديد تحاجة تسعيدني وتشرفني وشكرا لكم في دعمكم معايا اول حاجة تعالوا بقى نهوريكم حاجات حلوة جدا عملتها عملت بتنجان حلوة اوي وعملت حلة محشي كبيرة جدا اعد فيها من الساعة عشر وخلصتها الساعة اتناشر ونص شوف انت بقى كم ساعة اه وعملت حمام حلوة جدا بلدي بالرز خلطة حلوة جدا وسهلة بجد سهلة جدا وطعمها حلوة اوي عملت في الفرن وهنا قلت بعد ما خلصت الاكل هغلب بقى الحاجة اتفرج معايا الفيديو هيعجبك جدا وهتعرف الاكل ده رايح لي مين في الاخر حاجة حلوة جدا هتعجبك ان شاء الله هتعرف الاكل ده بعمله المين ورايح لي مين حاجة هتعجبك بازن الله عن فيديو محتاجة منك انك تشجعيني وتتفرج الفيديو للاخر وتنسيش بقى اللايك وتنسيش تعالي حلوة كده منك والحابي بيستفسر عن اي حاجة اكتبلي في التعليقات وانا هرد عليه مفيش اي مشكلة يلا بقى نكمل جولتنا ونشوف الكرون بالحلوة بتاعنا الجميل وكل حاجة اول حاجة نسمي لك ده يا جماعة معانا تلت كرومبات حلوين كده بالشكل ده ماشاء الله الواحدة كانت بخمسة ريال كنت جايبها من صور الخضار اللي في المنفوحة اللي انا صورت لكم معايا الفيديو تمام هنا تلت كرومبات حلوين كده وهنا معانا الخضرة اللي هنعمل بها المحشي اه طبعا دي مش الخضرة بس يا الخضرة على جنب معانا الطماطم المستوية دي طبعا المحشي لازم طماطم مستوية ومعانا هنا بصلتين ومعانا هنا رصين توم ومعانا قصد ثلاث بصلات كل ما الطماطم بتبقى مستوية معاكل لها بتبقى فوش العداية اخر العداية دايما لما تيجي تعملي محشي تقولي للخضر انا عايزة شوية طماطم مستويين عشان المحشي بتبقى الطماطم دي افضل صراحة في المحشي غير الطماطم النشفة بتبقى مستوية كده وحلوة وت ضربها ضربتين ما غير في الخلط بس. تمام? انا يا جماعة هنا حاول اصرعي لكم الفيديو على قد ماضر عشان ما يطولش عليكم. طبعا انا هنا المية كانت عن نار. طبعا انا بس له الكرمب بالسكر. وطبعا اه بعد ما بس له الكرمب وانا بس له الكرمب بتكون ايدي عن عن نار برضو بجل البصلة. اه زي ما انت بتحاول بتحاول بقى تسبكيها براحتك ببصلة بتقوم زي ما انت عايزة. انا بحب بسبكها ببصلة او رون جدا. هنا انا خلصت الكرمب بالشكل ده اوارته حلوة جدا اهو. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى نشوف ايه? انا كده بقى خلصت كل حاجة. اه كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده جهستها. هنا معاكم حتى شكرت الرز. لسه ما فتحتاش افتحها معاكم دلوقتي. وكل حاجة معانا بسم الله ما شاء الله كده. كنت بقى عملت التسبيكة وقطحت الخضرة. وهنا اقول لك على التكايب بتاع السماء في المحشي. هتاكل احلى محشي محشي الصعيدة الجميل المنيوية مفيش بعد كده يا ناس. هنا اهم حاجة في المحشي بقى اللي هي البصلة دي. بصلة راس حلوة كده حلوة وراستهم حلوة. واربع فرون في الحامط وفرمون في الكب حلو كده. وبض فيهم مع البصلة وقصدي مع الرز. بتدي طعم حلو جدا. كربيه ومش هتندمي. هتعجبك اوي. هنا طبعا ضفنا بتاع حوالي اتنين كيلو رز. كان معانا ما شاء الله كمية. ضفت بتاع اتنين كيلو رز بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله جمتوا شايفين كده. هنزل بقى بتاكاية بتاعة السماء بس في المحشي. بصلاية راستوم قرنفلف الحامي وتحطيها مع الرز اللي هدفها البصلة دي. هنزل بقى بالتاول بتاعتنا. هنزل بالبابركة. بهارات مشكلة. فلفل اسود. كمون. كصبرة. آآ ملحك. وهما حاجة تاكاية بتاعتي انا بتاع البصلاية دي اللي بقولك عليه هتعجبك جدا جدا جدا. هنا بقى صراحة المعلقة ما عجبتنيش في الموقف ده. وهم حاجة شوية البابركة. لو عندك عدون اطحانيهم وحطيهم. بس اهم حاجة تقول بتاعتنا تكون اطحانيها فريش. بعد كده هنقلبهم كده تقلبها حلوة. زي ما تشوي. انا كده عملت بقى الخضرة هتشوفكم دلوقتي جنبية. هورها لكم برضو دلوقتي. هنا ابتديت بقى اقطع ايه? الورق. طبعا بعد ما ضفت التوابل يا جماعة ضفت الخضرة وضفت الصلصة بس ما فيش اي حاجة تانية. انا بتطلع معاك المحشي زي العسل. هي التوابل اللي انا حطيتها. والتكاية بتاعت البصل والتم والفلفل اللي بتحطها مع الرزبق. ايها تضيف بقى الخضرة وضيف الصلصة وتقلي بيها. هنا ابتديت بقى اقطع الورق بالشكل ده. وطبعا الحلة لازم تضيف بقى فيها جزر طماطم بصل والورق بتاع الكرومب اللي هينزل ده اللي هو العصي دي. تمام. ما ترميهاش. هتحطها كده بالشكل ده تطلع معك كده. يا ريت بقى تحطي اه حط رولة وحبهان. هتطلع معك حلو جدا. ولا رحت الخضرة. زي ما قولك جرابي بس الحركة دي بتاع البصلة والتمة في في الرزب. بصي. بصي حاجة ممتها الجميل. هتعجيبك جدا. جرابيها كده. انا صراحة نجحت قلتها كل عصة عصة كرومب. انا زي ما شايفين كده با يبتدي طرصة كده لازم طرصة عكسة ورصة كده. يعني رصة عكس الرصة. ما طرصش كل فوق بعضي. زي ما شايفين كده مشان الله الكرومب كان حلو جدا وكانت حاجة سهلة. هقول لكم برضو انا عامل الاكل ده المين. شفت كنت هغشيشكم. كنت هقول لكم الوردر. يلا. يلا. هو كان يا جماعة. يلا كنت هخلى لكم اخر مفاجعة. يلا هنا بقى انا خلصت بقى اللف. بصراحة قعدت تلات ساعات بلف في الحالة دي. بصراحة يا جماعة ظهري تعيبني جدا. انا كنت بلف بالليل. كده المحشي خلصت خلصنا. يلا انا بخش على الحمام. الناس بقى اللي متدقى في الحمام تغسليه كويس جدا وتنقعيه كويس جدا. وخلي بالك بتبقى في حاجة صغيرة كده. من عند المكان اللي هتحطه في الرجلين. بتاع الكرة كده وحشية. معانا هنا بصراحة مبشورة حلو جدا. معانا فلفل اسود. معانا ارفة. معانا قصطيب. معانا شوية قصبرة. معانا شاية ملح. اهم حاجة في التدبيلة شوية الارفة يا جماعة. من ياس اللي مش حابة تحط لي ارفة براحتكم. بس بتدي الحمام طعم حلو جدا. البصرا بقى الحاجات انت شفتها معايا دي بقى دي اللي هنحشيها نخلط بها الحمام. هنحط الحمام من تحت الجد ومنبطناه ونسيبها لمدة تلات ساعات. تمام? بعد كده هنرجع بقى نعمل ايه? نعمل تدبيلة تانية للحمام. اللي هي الحشوة. هنعمل بصرية حلو برضو عن نار وحت الزبدة ولورة وحبهان وننزل بالبهرات اللي هي عبارة ايه? عبارة عن ملح. آآ فلفل اسود. جسط طيب. بابركة. آآ بهرات مشكلة. وبعد كده ننزل بطبق رزي حلو كده. لو مش عارفة تعيري يبقى كل كل حمامية لها كل جز حمام لكوباية رز. كل جز حمام لكوباية رز. بقى كده نقلبه تقليبة بسطة كده ونضيف عليه ماء مغلية. ونسيبه لمدة خمس دقائق على نار هادية. وبعد خمس دقائق تطفى عليه. وتسيبه يتهوى شوية. انا بلت بقى هنا راح اعمل شوية بتنجان حلوين كده زمت هتشوفوا كده. اقلي شوية بتنجان حلوين. ما تنسيش اهم حاجة البصل لازم تتبليه لمدة ساعة او ساحتين بالبصلة اللي قلت لك عليها وتركينيها. بعد كده تبتدي تعملي بصلة تانية للحشوة. زمت شايفين كده هنا بقى اللي سبت البتنجان يتقلي يتقلة. وانا قلت لو هعمل له التويل بتاحته. اه اللي هو الدقة بتاحته يعني عبارة عن طمط ماية. اه رنف الفلحامي لازم الفلحامي. راستهم على بعضيها. وشوية دي تقصبرة. وتفرمهم في الخلاط وتضيف عليهم كمون وملح ولمون. بس كده. بعد ما تخلطيهم تضيف عليهم لمون هتخلطيهم جميل وين كده في كبة او في الخلاط تمام. زي ما انت عايزة هنقطع بقى الطماطم زي ما انتوا شايفين كده هنقطعتها لازم تكون معاك ناشفة. تمام. الطماطم اللي هي بالدقة لازم تكون ناشفة معاك. انا قطعت هي 3 حبات دول هعملهم دلوقتي معاكم والدقة واحدة هعمل بها البتنجان وهعمل بها الطماطم. زي ما تشايفين كده خلصت بقى البتنجان وخلصت الطماطم بالشكل اللي انتم شايفينه ده حاجة تفتح النفسي مع شو الله تبارك الرحمن حاجة كده دي اهم حاجة من اللحمة والمن الفراخ ومن البط ومن المحشي الحاجات دي هي اللي بتفتح نفسينا مع الاكل وهي اللي بتوقل اصلا في الاكل عامة ان كان ده اردر طلع للنس اللي طلبها على فكرة الناس ما كانش تطلب الحاجات دي انا عمتلهم من عندي جدعانة للحاجة دي هنا زي ما انتوا شايفين بقى بعد ما تبات حموزبت لمدة ثلاث ساعات طلحته ودي الخلطة اللي احنا عملناها سوا بعد ما بردت هبتدي بقى اح مقطعين من السدر اللي تلاحظه كانوا مقطعين من السد ومصر هنا طبعا واich تشربته كده زينا المحشي بقى حارب قلبمنا بالسارية وبالسلלה التي كانت بقى حاطين عليها شوية شوربة وشوية ملح وزينا الده ساعة ونص فينآزن جبنا الصينية اللي هنحط فيها الحمام وهنضفها في نوافط له جبنا صنية قطعنا فيها بصل وطماطم ورن فيلف الحامي ورشنا شوية ملح وشوية فيلف الاسود وشوية ملح ونقلبهم كده مع بضهم كويس ونبتدي بقى بعد ما حاشينا الحمام الخلطة الحلوة هنبتدي الرص كده شايف الحمام محش ازاي؟ هدي حشي بشكل زي ما زي ما انتوا هتشوفوا كده فيه في حمامتين مقطوعين من عند الصدر فهما ما بزوهش سيفين اولا حده هي لحسين تفتكروني ان انا بجدب عليكم ولا حاجة فانتوا لما تشوفوا ان انا برفع الصينية هتلاقوهم من عند صدر مفتوحين كده جامد واحدة كانت مقطوع من هنا واحدة كانت مقطوع من عند الرقابة هناك هي لو تاخدوا بالكم منها كانوا في اتنين يعني متبهدرين بس انا دبرتهم قلت ان كده كده هيتعاملوا في الفرن غير الشربة لو في الشربة كانوا بوزوا الدنيا كانت الحشوة طلعت والدنيا بوزت لكن طول ما هم في الفرن ما بيفرقعش منك تمام؟ بعد كده هنضيف عليهم مية مغلية ونسيبهم لمدة ساعة على الفرن على يعني ما تسيبهش على البلطة التحت خالص سيبها ايه اللي هي بعد البلطة بشوية يعني اللي هي في النص سيبها لمدة ساعة على نار هادية وتحط فيها مية مغلية زي كبهة شاي او كبهة ونص بعد كده يطلع معنا بالشكل ده شفت اللي اتنين اللي بتولكم معانهم مفرقين شوفوا عملوا ازاي بعد كده هنجيب زيت وزبدة وشوية ملح في الزيت والزبدة ونبتده نحمر طبعا لازم الحاجة تسخن معنا اللي هو الزيت ونبتده نحمر ويطلع كده على بقدونس او اي حاجة عندك خضروات ويطلع بالشكل الجميل اللي انت شايفه ده تعالي بقى نتهمل بقيتل نقفل الوردر بتاعنا نقفل الوردر هو ده كان الوردر يا جماعة مطلوب مني الناس ما شاء الله ناس زي العسر وناس ما شاء الله يعني ناس اكابر اللهم بارك يا رب الناس صراحة تاني مرة ياخدوا من الوردر ده ومش اخر مرة بيشكروا في اكل جدا زي ما شايفين كده هما كانوا طلبين تلاتة جواز حمام وكانوا طلبين تلاتة كله محشي عملتها لهم وكنت عاملة محشي ليا ومحشي للجيران ومحشي للحبايب اللهم زيد واللهم بارك لازم كل الناس تأكل من الاكل واهم حاجة عجبهم اول الحمام والبتنجان ده كان حمام بلدي مش فرنسي تمام يا رب يعجبكم الفيديو ولعجبك الفيديو ما تنسيش اللايك ما تنسيش الاشتراك ما تنسيش القصد تعلقات حلوة منك والشيارة برضو علاقة ده ما تقدري واشكر كل الناس اللي بداخل لقناتي جديد زي ما تشايفين هنا انا كنت بغالف الاكل بالشكل ده اه غافلت الاول الحمام بقول لكم غافلت معلش يا جاب عارفة عارفين ولاة ده قاعدين جامبي بص ما اقول كوش قاعدين لي كده ما شاء الله يعني طبعا انتوا اكيد حاسين بيا وربنا يخللكوا ولادكوا يا رب يحمهم لكم زى متوفرة شايفين كده هنا بكنت برص المحشي بالشكل ده طبعا قفلت الحمام بعد كده المحشي وقفلت الوردر اهو بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن وارلكوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا